قال ناتولي كورتيف نائب رئيس بلدية مدينة زابورجيا الأوكرانية إن الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة جنوب البلاد ابتداء من الساعة الثانية مساء بالتوقيت جرينيش على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين المقبل كما دعا كورتيف مواطن بلاده إلى عدم الخروج في هذه الفترة هذا وأصبحت زابورجيا نقطة عبور مهم للفارينة من مدينة ماريوبول الأوكرانية